ولا امركاتو الاهلي في اخر ايامه البرازيلي جوستافو اصبح هو مهاجم النادي الاهلي الجديد واقترب النادي الاهلي من جناح نادي فيوتشر صاحب البصمة القوية جدا واللي هيكون منافس قوي جدا مع احمر عبدالقادر في مركزه السلام عليكم مع نهاية مسم الانتقالات اصبحت معالم صفقات الاهلي الجديدة شبه وضحة للجميع الكلام حاليا ان النادي الاهلي خلص مع المهاجم البرازيلي جوستافو دا سيلفا اللعب اللي سبق وتكلمنا عنه وقلنا انه بيلعب في الدور الكوري وقلنا انه لعب مميز ومهاجم مميز داخل منطقة الجزاء في حلقتنا النهاردة هنستعرض كل حاجة تخص اللعب ده هنستعرض ابرد مميزاته وعيوبه اهدافه واحصائياته وحاجات كتير جدا هنتكلم فيها عن اللعب ده في حلقتنا النهاردة اتمنى بس قبل ما تبدأ الحلقة توحد الله وتصال على سيدنا محمد وتعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس ومعكم اخوكم تفوان اهلاوي يلا بينا نبدأ الحلقة الراجل اللي قدامك ده اسمه جوستافو هنريكي دا سيلفا سوزا موالد 29 مارس 1994 يعني عنده 28 سنة في الوقت الحالي لعب من اصول برازيلية ومركزه في الملعب مهاجم صريح وطوله 1.88 سنتي وبيلعب حاليا في الدور الكوري تحديدا في نادي اسمه هينداي امتو تسوقه على ترانسفير ماركت مليون ومتين الف يورو تعالى بقى نستعرض ارقام جوستافو اخر خمس مواسم بداية من مسم 17-18 ونشوف اللعب ده عمليه في اخر خمس مواسم في مسم 2018 كان بيلعب في البرازيل لعب خلال المسم ده 3271 دقيقة ما يعادل ب35 مباراة فعالية وقدر يسجل خلالهم 27 هدف وصنع هدفين وكان متوقع انه يسجل 21 هدف وطبعا المعدل ده فوق الممتاز في مسم 2019 كان بيلعب في البرازيل ولعب في النادي الكوري اللي بيلعب فيه حاليا لعب 2957 دقيقة ما يعادل ل31 مباراة تقريبا وسجل خلالهم 15 هدف وصنع اربعة وكان متوقع له تسجيل 15 هدف وكان تقريبا الاهداف المتوقع او الـ XG بتاعه 15 هدف وقسل الرقم ده واصبح انه مسجل برضو 15 هدف في مسم 2020 كان بيلعب في كوريا وهو النادي اللي بيلعب فيه حاليا لعب 2103 دقيقة ما يعادل ب22 مباراة سجل خلالهم 11 هدف وصنع 3 اهداف وكان متوقع انه يسجل 15 هدف في مسم 2021 كان بيلعب مع النادي الكوري برضو لعب 2529 دقيقة ما يعادل ب27 مباراة في عليا سجل خلالهم 23 هدف وصنع 7 اهداف وكان متوقع انه يسجل 17 هدف ولكن المعدل بتاعه كان اكتر من كده كمان مسم 2022 كان بيلعب مع النادي الكوري برضو لعب 2679 دقيقة ما يعادل ب27 مباراة وسجل خلالهم 12 هدف وصنع 4 وكان متوقع انه يسجل 14 هدف ودي ارقامه اخر خمس مواسم بنسبة كبيرة ارقام مميزة وارقام كويسة واللعب عنده نسبة مساهمات مميزة جدا لو هنتكلم بقى بشكل عام فجستافو خلال ما سرته لعب 17056 دقيقة ما يعادل بمية تلاتة وتمانين مباراة ساهم خلالهم بمية ستة وعشرين هدف لانه سجل 105 هدف وصنع 21 وده ارقام بصراحة مميزة على الابعد مدى اللاعب اخر تلات مواسم من 2020 حتى الان شارك في 7148 دقيقة ما يعادل ب78 مباراة فعالية ساهم في ستين هدف لانه سجل ستة واربعين هدف وصنع 14 اما بقى لان انتيل دلوقتي لابرز مميزاته وعيوبه فابرز مميزات جستافو انه لعب ممتاز جدا في العاب الهواء لو عملت احصائية لاهدافه اللي سجلها بالضربات الرئاسية ممكن تلاقيها اكتر من ستين في المية من اهدافه بشكل عام حرفيا هو لعب مركب رجل في دماغه مميز جدا في الارتقاء والتكنيج بتاعه في لعب القرى بدماغه فعلا ودي يمكن اهم ميزة عنده دي فعلا ده انه لعب داخل منطقة الجزاء فنشر ممتاز وكل المطلوب منك تحط له القرى داخل منطقة الجزاء وهو عارف بيسجل ازاي القرار الاول والاخير اللي عنده التزديد على المرمى ولا حنكشة ولا بتاع لا انا عاوز اسجل هدف مسدد بشكل كويس برجله الاساسية والعكسية بيقدر يشوف برجله اليمين والشمال عنده قوة بدنية مميزة وبيخبط مع المدافعين حرفيا اما عن عيوبه فهو مش لعب كرة جامد ازاي يا توفون هقولك بمعنى ان الدريبلنج بتاعه مش مميز ونسبة السيطرة على الكرة مش كبيرة دايما لما بيكون خارج منطقة الجزاء مش بيبقى مفيد تماما او بيبقى مفيد بس مش على المستوى المطلوب يعني خطورته كلها منحصرة داخل منطقة الجزاء ودي طبعا حاجة كويسة لانك محتاج البروفيل ده ولان مفيش فريق بيلعب قدامك بدفاع متقدم علشان تبقى قلقاء من الحتة دي ولكن حتة النقرة ما تبقاش عالية والكنترول بتاعها على الكرة مش مميز بشكل كبير تقلق شويتين يعني ولكنه لعب كويس لعب يقدر يديك اضافة مقاجم داخل منطقة الجزاء خطورته مميزة جدا بيقدر يسجل اهداف بشكل كويس معدلات تهديفه كويسة وان شاء الله يخدم منظومة النادي الاهلي الموضوع التاني وهو موضوع النادي الاهلي واحمد رفعت احمد رفعت دخل اهتمامات النادي الاهلي في الفترة الاخيرة واصبح النادي الاهلي مهتم باللاعب جدا بعد انتهاء الاعارة بتاعته او فسخ الاعارة بتاعته مع النادي الاماراتي اللي كان بيلعب فيه وطبعا كلنا عارفين ان مرسيل كولر عايز حد في ناحية الجناح الشمال من بدري والنادي الاهلي مقدرش يخلص لاعب فانسى بخيار دلوقتي يكون مديل لأحمر عبدالقادر او منافس كوي جدا لأحمر عبدالقادر هو اللاعب احمد رفعت هيكون اضافة ممتازة للنادي الاهلي طبعا كلنا عارفين ان رفعت كان محترف في الدور الاماراتي والفترة الاخيرة كان بيقدم اداءات ممتازة جدا مع نادي فيوتشر وتقريبا كان اهم لاعب في الفريق ولما طلق اعارة للدور الاماراتي اصبح انه لعب برضو مميز في الدوري ولعب مقدم اداءات كويسة مش هقولك ممتازة ولكنها كويسة بس طبعا النادي الاهلي كان مهتم باللعب ده من فترة كبيرة وعايزه في النادي واللعب مرحب بقوة وكان متمسك بالنادي الاهلي في الموسم اللي فات بس فيوتشر اللي مش عادة تسيب لعيب عندها اتمنى النادي الاهلي يكسف بقوة المفاوضات اللي داخلها مع نادي فيوتشر علشان يخلص رفعت لانه فعلا هيبقى اضافة ممتازة لسكواد النادي الاهلي وحاليا نادي فيوتشر عنده اربع لعيبة او تلاتة في المركز بتاع رفعت ويبقى صعب جدا ان اللاعب يلعب بشكل اساسي لان في مركزه بيلعب عب كبير الوادي ومصطفى البدري ومعاهم كمان هشام بلحة وحاليا رفعت هيرجع فصعب جدا ان رفعت يلعب بشكل اساسي مع نادي فيوتشر واللعابة دي كلها تقعد دكة وهي جاية بفلوس وبتاخد مرتبات ومش هيستنى ويبقى فيه مشاجل في الفريق فاعتقد يعني ان فيوتشر هيطلع رفعت تاني اعارة او بيع بشكل انهائي فاتمنى النادي الاهلي يكسف المفاوضات اللي هو داخلها على رفعت وان شاء الله نقدر نخلص اللاعب كده يا صديق انا خلصت كلامي بقى كلامك انت قول لي رايج هل جوستاف ولعب مفيد للنادي الاهلي في الفترة اللي جاية ولا لأ وهل تؤيد انتقال احمد رفعت للنادي الاهلي والشايف انه لاعب اضافة كبيرة ولا انت شايف ايه اتمنى قبل ما تفل الحلقة تقول لي رايك في الكومنتات لانه يهمني جدا وان شاء الله تكون الحلقة عجبتك وتكون موفقة بالنسبالك اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في اخر كام يوم في المركاتو لان فعلا اخر الايام دي بتبقى صعبة جدا ولازم تخلص فيها اللعبة اللي انت عايزها بشكل سريع اخيرا انا خلصت كلامي اتمنى قبل ما تفل الحلقة توحد الله لا اله الا الله وتصلى على سيدنا محمد عليه افضل السلاة والسلام وتعمل لايك والسبسكرايب وفعل زر الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات الجديدة وكان معكم اخوكم طفان اهلاوي نتقابل في حلقة جديدة ان شاء الله سلام